طبعا انت قاعدين على نار نفسك تفعلوا التعديلة من سوفت وير تسعة تلاتة الحد سوفت وير حداشر انتو بجد تعبتوا استنتوا كتير جدا وبزات الناس السوفتات الأديبة سوفتات دي بقالها كتير قوي لو انت سوفت وير حداشر انت مش بقالك كتير صدقني انت دلوقتي مثلا بقالك ست شهور سابع شهور الناس دي بقالها سنة ونص وسنتين واكتر من كده كمان فيه ناس بقالها سنتين ونص فالناس دي تعمل بجد بجد فمبروك يا رجالة النهاردة معنا فيديو جديد واخبار جديدة مش اخبار بقى احنا بقينا دخلنا في مرحلة العملي ما عادش في اخبار دلوقتي احنا بقينا بنشرح على طول كلمنا فيه الفيديو اللي فات بخصوص ازاي تفعل الصغرة على الجهاز بتاعك سوفت وير 11 من خلال اللينيكس وكانت لفة طويلة علشان تفعل الصغرة كانت لفة طويلة شوية ولكن النهاردة معنا الحل الجديد زي ما قلتلكم مردو في الفيديو اللي فات قلتلكم هتلاقوا الفترة اللي جاية من خلال الويندوز والريتم بتاع الحاجة بقى سريع جدا يعني التعديلة انا بقولك حاول تخليك متابع كل لحظة اوقات تكون مش عامل سبسكرايب واتكون مش نفعل الجرس عشان انت لو مش عامل الحاجات دي مش هيوصلك التعديلة بسرعة لان الحاجة التعديلة ممكن تخلص في ثانية في ثانية حرفيا يعني في ثانية كده هتلاقي الجلد هين اتفعل على الجهاز بتاعك وتعرف تنزل البرامج والالعاب وكل حاجة فتكون عام سبسكرايب تتابع الفيديوهات اول باول هتلاقيني منزل كل حاجة اول باول وباستمرار الفترة دي مش هتأخر عنكم ابدا رجال النهاردة هنشرح تفعيل استغرام من خلال الويندوز ان شاء الله وحاجات بسيطة جدا هتلاقي الملفات اللي هنشرحها فيه الكومنت المسبت تحت هتنزل الكومنت المسبت حاولك للتليجرام تنزل الملف والتابع بقى معايا الشرح من خلال الكمبيوتر دلوقتي رجال احنا على جهاز الكمبيوتر مبدئيا لازم تنزل البرنامج زي انت ما شايف كده ولازم تكون مسبت البيسون عندك على الجهاز البيسون بكل بساطة حاجات سهلة وبسيطة وما فيهاش اي حاجات لا شرح على اليوتيوب بيقولك ازاي تسبت البيسون على الجهاز اول ما تسبت البيسون هتجي تخش في البرنامج هتلاقي ده فولدر هتلاقي مضغوط هتفك الضغط بتاعه هيظلك بالشكل ده كده هتخش اول حاجة هتخش في العلامة دي الكلمة دي اللي هي الكلمة الصينية دي بعد كده تخش تسبت البرنامج ده بعد كده تدوس على الكلمة دي اول ما تدوس على الكلمة دي هيبدأ ان هو يعمل يعد معاك كده بس انا عشان عندي يعني ايه كنت اعملها فمش هيجيب اي حاجة وتسبت البرنامج ده كده انت خلصت الاتنين دول ويكون البيسون موجود عندك على الجهاز اللان. ولو انتم مش عايزين تطبقوا الخطوة دي انا برضو لازم اشرح حالك ولازم اقول لكم التفاصيل وقول لكم الخطوات والرتم بتاع التعديلة ماشي ازاي. ولكن انت لو مش عايز تطبق الخطوة دي وعايز تستنى لحد تفعيل الجلد هين لما قولك فعل جلد هين ازاي. ما فيش اي مشكلة. هتفتح البرنامج بالشكل ده كده. توصل البسشان فور واللاب او جهاز الكوميتر بتاعك من خلال الكابل اللان مباشرة. الاتنين مباشرة مع بعض. وبعد كده بقى ايه? نيجي هنا. ادي جهاز البلاستيشن. الاتنين متوصلين مع بعض يا رجالة. زي ما انت ما شايف. هنا وهنا. وبتختار من هنا اللان. يعني لو عندك هنا ظهر واي فاي ولا حاجة. اختار اللان. انا عندي هنا. رغم ان انا بشغل الواي فاي ولكن هو جاب لي ان هو هيعمل من خلال اللان مباشرة. بصوا. هنا انت بتختار بتاعك. الصغرة دي بتشتغل على احداشر وعشر واحد وسبعين وعشر سبعين وعشر خمسين وعشر واحد وعشر وتسعة ستين وتسعة واحد وخمسين وتسعة خمسين وتسعة اربعة تسعة تلاتة وتسعة. بتشتغل على كل الاصدار دي. ولكن لو انت على صوفت وير قديم ما ترفعش الصوفت وير بتاعك لصوفت وير حداشر. لو انت على اي صوفت وير تسعة تلاتة تسعة اربعة تسعة خمسين خليك زي ما انت الحد ما نفعل الجلد هنا ونقول لك كل التفاصيل. ولو على تسعة خليك على التعديل بتاعتك. ما تحدسش الجهاز بتاعك. غير برضو لما نجرب التعديل الجديدة وتشتغل وكل حاجة تبقى مظبوطة تمام. اقول لك حدس الجهاز بتاعك ولا خليك زي ما انت. تمام كده? هتختار بتاعك من هنا. تعرف منين? هتروح لي السيستم. وبعد كده سيستم انفورميشن. هتلاقي عندك هنا سيستم سوفت وير عندي هنا او حداشر زيرو زيرو. كده بتاعك حداشر. ما ينفعش يبقى احداشر بوينت زيرو اتنين. حداشر بوينت آآ خمسين. مش هيشتغل معك الطريقة. مع ان في شوية اخبار كده هنتكلم عليها في الفيديو اللي جاي بخصوص آآ حداشر واتنين. ولكن خلينا دل وقت في الفيديو ده. طيب دلوقتي خلصنا آه خلصنا. هترجع بقى وراء وبعد كده تيجي هنا تدوس على كلمة جو. بعد ما تدوس على جو يجيب لك زي انت ما شايف الرسالة اللي قدامك دي بيقول لك wait for BIDI الرسالة اللي كانت بتجيلنا على لينكس لما كنا بنفعل من خلال بايسون من خلال اللينكس. بعد كده تخش في النتورك بتاعتك. تخش في النتورك وبعد كده تخش في انترنت كونيكشن وبعد كده يوز لان كابل وبعد كده كاستم لازم تأكد من الخطوات دي يا رجالة لازم تبقى كاستم ما ينفعش تتخليها هتستنى لحد ما تحمل معاك بعد ما تحمل تخليها بي بي او اي لازم كده يا رجالة تكتب هنا اي عشان في ناس بتقول لي يا اسلامي يعني الباسورد ده احنا بنعمله منين ولا وجوه منين انت بتكتب اي حاجة بتكتب اي اسم واي باسورد مش محتاج حاجة معينة اي حاجة في دماغك تعمل وتخلي اوتوماتيك اوتوماتيك بعد كده دونت يوز وبعد كده ايه تست انترنت ازا انت ما شايف بدأ يشتغل هنا بدأ دلوقتي ياخد ملفات من النواة او من الكرنل وهتستنى لحد ما يبدأ ان هو بقى يبعت الرسالة اللي بتروح من من جهاز الكمبيوتر بتاعك لجهاز البلستيشن فور بتاعك على سوفت وير 11 معنى كده ان هو قدر يخش جوه النواة ويعني ايه رأيي للتعديلة دي او التعديلة لما تشتغل ان شاء الله وجود دهن ينزل ان التعديلة مستقرة بنسبة كبيرة جدا التعديلة نسبة الاستقرار بتاعتها عالية جدا ما فيهاش تهنيك كتير يعني حاجات بسيطة جدا لو معرفش ان هو يخش جوه الكرنل حصلت معي مرة او اتنين في خلال التجارب اللي انا جربتها دي كلها فالتعديلة شكلها نسبة الاستقرار بتاعتها عالية فدي حاجة كويسة يا رجالة احنا مستنين دلوقتي زي انت مش شايفة كل ده عمال ايه يخش عمال ايه بعت ملفات وياخد ملفات وبيقول لك بص بص بيقول لك فلد فلد معنى كده ان هو مقدرش ان هو يخش جوه النواة دلوقتي احنا قفلنا البرنامج خلص رجالة وطفيت البلاستيشن وشغلته تاني بحيس ان هو ميعملش معي اي مشكلة وهتفتح تاني لان زي انت ما شايف بالمرفات مرضاش وهتفتح وتخش فيه هتعمل نفس الخطوات اللي انت عملتها لو عمل معك مشكلة ولا حاجة احنا حسدنا ولا ايه والله العظم كان مستقر وكان زي الفولي الموقع ما يخش في كونكشن تاني وهتخش فلان وبعد كده في كاستم وهتستنى لحد ما يحمل بياخد بس سواني كده على ما يخش في كاستم دي لازم تأكدوا الخطوات دي رجالة وبعد كده بي بي وبعد كده هتسيب الحاجات دي اليوزر نيمو الباسوردو الحاجات دي بعد كده اوتوماتيك اوتوماتيك دونت سيت وبعد كده تست وتستنى لحد ما يحمل رجالة. اشتركوا في القناة زي ما انت ما شايف جابلك رسالة فوقها هي بيقولك كان نوت كونتينيو تو نتورك وبعد كده بي 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 دا بيو ان اي دي بس كده بكل بساطة دي من خلال الكمبيوتر اوقات ممكن يعمل معاك مشاكل انت كده دخلت جوه النواة كده احنا دخلنا جوه النواة وقريبا جدا الرسالة دي هتتحولها للرجالة من الاسم اللي انتوا شايفينه ده لكلمة تانية انتوا نفسوكوا فيها ويتحبوها وهي دي بوك تفعيل ال دي بوك يا رجالة انا نفع sophisticated بعد ام نفعنا الدبوك نبدأ بقى نفعنا الجلد هنا ونبدأ نخش بقى في الحاجات الجميلة جدا صدقوني انا مش فرحان عشان فيه تعديل عشان انا في حاجة انا هو كانتكدا عندي اجهزة معدل مثلا ولا عندي بلعب اونلاين واو عندي اجهزة انا فرحان عشاء هلعة كله اولى فرحان عشانكم يا رجالة فرحان عشان اخواتي اللي مستنين انتعديلها دي بقالهم سنين. في ناس مستنية بقالها دلوقتي سنتين ونص وتلات سنين مستنين تعديل البيشام فور اصدار تسعة تلاتة من اهم تسعة تلاتة. فبجدنا فرحان جدا ان شاء الله الامي اللي جاية ايام حماسية جدا. فاوعى تفوت حاجة. اوعى تكون مش عامل سبسكرايب. اوعى تفوت الفيديوهات. الفترة اللي جاية ايام حماسية جدا. فلازم تتابع الفيديوهات. اعرف صحابك. فين? اعرف صحابك. خليهم يعرفوا. خليهم يجي يشوفوا الفيديوهات. خليهم يجي يشوفوا الاخبار. خليهم يتابعوا معايا التفاصيل. ونزل بسطوات على الفيسبوك باستمرار بالاخبار الجديدة للاخداثة الجديدة. فهي ammonium تكون متابعا على الفيسبوك على الانستجرام. وتكون متابعا على الحاجات دي كلها. اشان الحاجات دي كلها مهمة جدا 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 يا رجل. والريتمي ماشي بسرعة جدا جدا جدا. ان شاء الله الايام اللي جاية هتبقى ايام اكتر حماس من الأيام اللي فاتت إن شاء الله يا رجالة بس كده لا تنسل تعمل سبسكرايب تفعل الجرس وكلا عادة هشوفك الفيديو الجاي إن شاء الله يبقى فيديو التعديل أقوله إن شاء الله سلام